السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الاعزاء طلاب جامعة الملك عبدالعزيز اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كيمياء السنة التحضيرية كاف مية وعشرة النهاردة هنتكلم عن الباب السابع اللي بيتكلم عن الاعداد الكم والتوزيع الالكتروني بتاع الزرق معاكم دكتور وليد قبل ما نتكلم على الاعداد الكم فبنبتري نتكلم عن حاجة اسمها الويف او الموجة في الباب الاول اتكلمنا قلنا ان في حاجة اسمها المادة او المطر قلنا ان المطر هي اي حاجة حوالينا يعني بتشغل حيز من الفراغ ولها كتلة يعني اي حاجة لها كتلة ولها حاجة حسنك لما تقسم الكتلة على الحاج تبديك كسافة هذه المادة دي اسمها المطر او المادة اما الويف دي حاجة تانية خالص غير المطر ودي عبارة عن حاجة بتنقل الطاقة زي الموجات الصوتية زي الموجات الضوئية ودي بيها مميزات مختلفة شواء فالويف زي ما انت شايف عبارة عن موجة لها قمم وقيعان قمم وقيعان انا بس عايز البوينت بريدان لها قمم وقيعان حلو? طيب القمم دية لو خدنا المسافة بين قيمتين متتاليتين او قاعين متتاليين او نقطتين لهم نفس الطور يعني لو خدنا مسلا من الارتفاع ده كده الارتفاع ده كده المسافة حلو? نفس الطول لانه نفس الفيز لو خدنا قطن كده وشفنا المسافة دي قد ايه المسافة دي الطول ده كده اسمه او الطول الموجي بما انه مسافة طب يتقاس بقيا يا جماعة واحدة الطول اللي هي الوحدة الدولية بتاع وحدة الطول هي ايه? هي المتر طيب الطول الموجي ده او بيترمز له برمز الغريب ده الرمز ده عبارة عن ايه? حاجة اسمها لامضة. يعني انا حبيت اقرأ الرمز ده اقرأ ازاي اوه نوع عبارة عن لامضة? دي القرية بتاعته. ازاي بيتقرية. وبيتكتب بالرمز اللي انت شايفه ده حاجة عاملة كده. ده عبارة عن ايه? الطول الموجي. طيب وفيه حاجة تانية اسمها ايه? التردد او ودي الرمز بتاعها عامل زي كده. مريد تتقرية على هيئة كلمة نيو. دي عبارة عن ايه التردد. التردد هو لو انا واقف كده مسلا. وفيه موجة عمالة عدي من تحتي. وانا عمالة عد بقى. كام قمة وقام قاعة عمالين يعدي. كام طول موجي عمالي يعدي. يعني مسلا انا واقف كده. فعدة ايه? عدت موجة. تمام? وبعدين عدت موجة كمان. وبعدين عدت موجة كمان. كم موجة عدت? فعرد الموجات اللي بتعدي في الثانية الوحدة هو ده التردد. عرد الموجات اللي بتعدي علي بالثانية الواحدة هو الترد. تعم? طيب. والوحدة بتاعته عبارة عن ايه? عبارة عن سكند ماينس وان. سكند ماينس وان. او هيرتز. الوحدة بتاعته سكند ماينس وان او هيرتز. طيب. او القصية التالتة من خلاص الموجة هي الارتفاعي. يعني بس في الموجة دي. الحتة دي كده اسمها في الموجة تانية بص ممكن ايها ها نفس الطول الموجة. بس لها اي اقبر او هلاها نفس الطول الموجة هو بس لها اي اقبر. ف الا ارتفاع ده قد ايه? ت platinum. ده دي قد ايه ده عبارة عن امبistics. دي خواصة موجودة في الموجة ومش موجودة خالص في مين في المادة? فخواص موجودة في الموجة ومش موجودة في المادة. جميل, لما يكون عندي اي موجة فصرعة الموجة السرعة عبارة عن ايه? يما سافعي الزمانة صح? سرعة الموجة هي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد. ايا كانت بقى الموجة دي ايه? موجة مادية? موجة كهرومغناطسية? ايا كان نوع الموجة? فالسرعة بتاعة الموجة المقاسة بالمتر عالثانية يسوي الطول الموجي بوحدة المتر في التردد بوحدة او يعني مسافة متر في واحد عالثانية يعني اطلع سرعة الحاجة دي بالايه? بالمتر على السنة. ده لو انا شغل بالوحدات الدولية. يعني لو انا عندي سرعة وعندي طول موجي اقدر اجيب التردد. عندي تردد وعندي طول موجي اقدر اجيب السرعة بالعلاقة دي. اللي هي السرعة تساوي الطول الموجي في التردد. السرعة تساوي الطول الموجي في التردد. مثال هنا هو معتمد على معلومة مهمة جدا الضوء او الالكتروماجميتيك رادييشن دي عبارة عن موجات لها سرعة سابتة سرعة سابتة لا تعتمد على الوسط يعني الموجات المادية زي موجات الصوت دي بتحتاج وسط عشان تنتقل فيه زي مثلا الهوى زي المية محتاجة وسط اتنين الفين وبالتالي فانت لو واقف في الفراغ واتكلمت محدش هيسمعك ليه لان الصوت لا ينتقل في الفراغ الموجات المادية كالصوت تحتاج مادة تنتقل فيها ولذلك سميت موجات مادية اما في نوع اخر من الموجات اسمه الموجات الايه اسمه الموجات الكهرومغناطيسية او الاكترومغناطيسية لانها بتكون عندها الاكتريك فيلد كومبوننت وعندها ماجنيتك فيلد كومبوننت او عندها تأثير كهربي وتأثير مغناطيسي متعامدين على بعضهم البعض وكذلك متعامدين على اتجاه انتشار الموجة يعني الموجة ماشية كده وطلع منها مجال كهربي ومجال ايه مغناطيسي ده تبعا لمعادلات ماكسويل اللي اكتشفت سنة 1973 في هذا الفصل يجب ان تتعرف على كل عالم ماذا اكتشف ودوره الاساسي في تطور العلم اللي احنا بنتكلم عنه مش تفاصيل كل حاجة ولكن بس هو اكتشف ايه او هو المعادلة بتاعته هو اتكلم عن ايه فماكسويل هو اللي فكر لنا في الموضوع بتاع الموجات الكهروماناطيسية متكونة من موجات كهربية وموجات مغناطيسية متعامدة على بعضها البعض لوحز ان الموجات الكهروماناطيسية اللي هي ايه بقى اللي هي لسه هنشوفها بعد كده بتنقسم الانواع كتيرة الموجات الكهروماناطيسية تنقسم الانواع كتيرة على حسب الطول الموجي وعلى حسب التردد ولسه هنناقش النقطة بيض ولكن لوحز ان الموجات الكهروماناطيسية كلها لها سرعة سبتة لا تعتمد على الوسط والسرعة دي بتساوي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية يعني حوالي 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة فدي سرعة سابتة ما تتغيرش لأي موجات كهرومغناطيسية بما أن الضوء اللي جاي من الإشارة ده عبارة عن موجات كهرومغناطيسية فالسرعة بتاعته سابتة هي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية يبقى أنا عارف السرعة ده معتة سابت عندي ومدي لي الطول الموجي بخمسمية اتنين وعشرين نانومتر هحول النانومتر المتر لن انا اشيل النانو واحط قيمة البريفيكس بتاع النانو اللي هو عشرة قص ناقص 9 يطلع ايه بقى أنا كده عرفت الطول الموجي وعرفت السرعة اقدر احسب ايه? اقدر احسب التردد التردد هيساوي السرعة على الطول الموجي الناحية التانية فيطلع لك التردد يساوي خمسة وسبعة من عشرة فعشرة قصة 14 وواحدة للتردد هي ايه? هي او ده اجابة السؤال الاول وده سؤال بسيط جدا تعويض مباشر في القانون كل المعلومة الجديدة اللي فيه هي ان الموجات الكهروماناتيسية السرعة بتاعتها سابق. معنى كده ان في الموجات الكهروماناتيسية السرعة سابق. لكن التردد والطول الموجي ممكن يضغل. ربحته لما ان العلاقة بين التردد والطول الموجي هي علاقة حاصل ضرب حاجتين في بعض. بيساوي قيمة سابقة. فيبقى كده نفس الكلام بتاع مين? الضغط والحجم زي قانون الغازات. حاصل ضرب الضغط في الحجم. قانون الغازات كان بيساوي قيمة سابقة. يبقى العلاقة بين الطول الموجي والتردد في الموجات الكهروماناتيسية هتكون ايه يا جماعة? هتكون علاقة عكسية. فالطول الموجي والتردد حاصل ضربهم في بعض. باي لحظة هيساوي قيمة سابقة اللي هي سرعة الضوء. وبما انها سابقة فالعلاقة بين الطول الموجي والتردد هتكون علاقة ايه? عكسية. يعني كل ما الطول الموجي يزيد كل ما التردد يقل. وكل ما التردد يقل كل ما الطول الموجي يزيد. العلاقة بينهم علاقة عكسية. على حسب التردد وعلى حسب الطول الموجي يمكن تقسيم الموجات الى انواع. مش مطالب ان تحفظ بالرنج بتاع كل نوع. ولكن بالتقريب كده الجامة ري هي اقصى حاجة عندها تردد. اعلى تردد. وبعد كده التردد بيقل في اتجاهها. فاعلى حاجة في التردد هي الجامة ري يليها الاكس ري يليها الالترا او الاشيعة فوق البنفسجية. بعد كده الجذء المرئي من الضوء او واللي بيتد من ربعمية لسبعمية نانو متر. مقترقا باللون الازرق وبعد كده منتين باللون الايه الاحمر. عشان كده الحتة اللي قبل ده سمناها ايه? او اللون القبل الايه? البنفسجي. والحتة دي سمناها او اللي بعد الايه? العشاعة اللي بعد الاحمر. لان انا مش شايف دي ومش شايف دي. انا عيني بس بتشوف الجزء او المرء. بعد كده فيه المايكرو ويف والراديو ويف. ده معنا ان الراديو ويف ده ايه? ها? اقل واحد في التردد واطول واحد في الطول الايه الموني. كل واحدة من دول لها استخدامات مختلفة. فالاكس ري بنعم بها صورة الاكس ري. الالترا فيلو دي بنعم بها الحفر السري. الفيزيبل دي اللي هي عينك بتستخدمها في الرؤية. الانفراريد بتستخدم فيه التحليل بتاع او التسخين. والمايكرو ويف دي هي استخدامات كتيرة جدا من ضمنها الفرن اللي هو بتاع المايكرو ويف. ومن ضمنها برضك بعض انواع المايكرو ويف بتستخدم فيه الاشاعة اللي طالعة من الموبايل. وبعد كده الراديو ويف بيستخدم فيه موجات الراديو اللي احنا بنسمعه سواء كانت الFM او الAM. ده امثلة بسيطة للموجات الكهرو مغناطيسي. نسال تاني بيقول لك افوتون الفريقونسي او ستة في عشرة او ساربعة هيرتز كونفيرتز فريقونسي انت مديني التردد قادر احسب الطول الموجيع. حاصل ضربة الاتنين بيساوي سرعة الضوء اللي هو القيمة سابتة معطاة كسابت. ثم ان طالب صار تحسب التردد هيطلع واحدة التردد بالمتر لانك شغال بالوحدات الدولية. كل الكلام اللي احنا خدنا ده تحس ان هو فيزياء. تمام? يعني كأنه مش كيميا كأنك بتتكلم عن موجات او عن خواص الفيزيائية بحثة. ده سببه ايه? سببه ان في عالم اسمه بلانك اكتشف نظرية اسمها نظرية الكام او الكوانطم فيوري. واللي بيقول فيها ان المادة بتفقد او تكتسب الطاقة على هيئة كمنات محدودة او على هيئة كوانطة محدودة. يعني لما يكون عندي مادة والمادة دي بتفقد او تكتسب الطاقة فالطاقة دي بتطلع من المادة او تنتص داخل المادة على هيئة ايه? على هيئة فوتونات او كمنات معينة من الطاقة كل كمة منهم او كل كمية الطاقة منهم عبارة عن اتش في نيوم. اتش في نيوم. يعني هو بيقول لك ان طاقة الطاقة الكهرومانطيسية بتتناسب مع مين? بتتناسب مع التردد فقط. يعني لو انا عايزة عندي ضوء معين وعايزة اعرف طاقته كام? فقدر اطبع القانون اللي هو بتاع الطاقة بيساوي ثابت بلانك. وده ثابت طبعا هيكون معطى في المسألة. الوحدة بتاعت السابت ده جول في الثانية. مضروبا في التردد اللي وحدته سكند ماينوس ون. تطلع الطاقة اللي وحدتها تكون ايه? ها جول في السكند. في السكند ماينوس ون. السكند تروح مع السكن. يبقى الطاقة اللي هتطلع وحدتها الجول. يبقى قانون بلانك ده بيعمل ايه? بيحدلل الطاقة بتاعت اي بمعلومية ايه? بمعلومية التردد. خلي بالك ان التردد والطول الموجه ايه? عكس بعض. فانا ممكن اشيل التردد ده واستخدم القانون اللي احنا لسه باخدينه له السرعة. بتساوي الطول الموجه في التردد. فقدر اشيل التردد واحط بداله سي على لمضة. يبقى الطاقة بتساوي اتش في سي على لمضة حيث اتش ده سابت. بلانك قمته معطاة. سي ده سرعة الضوء قمته معطاة. والطول الموجي ده بيقاص بالمتر. ده معناه ان الطاقة هتتناسب ترضيا مع الطول الموجي. سوري الطاقة هتناسب ترضيا مع التردد وهتناسب عكسيا مع الطول الموجي. يعني المادة كل ما يكون التردد بتاعها اعلى كل ما الطاقة بتاعتها تكون اعلى. وكل ما الطول الموجي بتاعها هيكون اعلى كل ما الطاقة بتاعتها تكون اقل. لان هنا ده فوق بسط مع البسط فكل ما ده هيزيد ده هيزيد. لكن ده في المقام فكل ما ده هيزيد ده هيقل. يبقى انا لو عرفت الطول الموجي او التردد للطاقة الكهر ومغناطيسية اقدر احساب ايه? الطاقة بتاعة الالكتروماغنيتكا ديش. ده اول استنتاج طالع من نظرية بلاي. تاني استنتاج هو ان المادة نفسها لما اديها طاقة او لما تطلع طاقة يعني تأبسورب او تأمت طاقة. الطاقة دي بتطلع على هيئة ايه? على هيئة الكتروماغنيتكا ديشن. وكميتها بتكون كمات محددة اتش نيو اتنين اتش نيو او مضاعفات الاتش نيو ما ينفعش يطلع على هيئة نص اتش نيو او ربع اتش نيو. لازم يكون اعداد صحيحة من الاتش نيو ومضاعفاتها. طبعا نقدر نطبق قانون بلانك ده ونحسب منه حاجات كتيرة بس زي ان بيقولك طبعا لقاعدة بلانك او نظرية بلانك اللي هي نظرية الكوانتم تيوري فهذه النظرية بتقول ايه? ها ان الطاقة اللي طالعة هتكون اتش نيو او اتنين اتش نيو او تلاتة اتش نيو او ايا كان اتش نيو ولكن ما ينفعش يكون كسور. واحد وستة من عشرة اتش نيو ده ما عشرة. مثال احسب الطاقة بالجول لفوتون الويب لنز بتاعه خمسة في عشرة اصة اربعة نانو متر. ده كطول موجي تقدر تحسب الطاقة احنا قلنا الطاقة بتساوي اتش في نيو او اتش في سي على لمضة هتحط اتش و سي كسوابت تجيب الطول الموجي لازم تحوله للمتر تطلع لك الطاقة بالجول. طيب لو غيرنا طول الموجي وجبنا طول موجي تاني تقدر تحسب الايه? الطاقة. خلي بالك. هنا الطول الموجي كان خمسة في عشرة اصة اربعة. وهنا الطول الموجي كان خمسة في عشرة اص نايس اتنين. يعني الحالة بيه الطول الموجي بتاعتها اقصر من الطول الموجي بتاع ايه? يعني ايه? ده الطول الموجي بتاعه طويل وبيه الطول الموجي بتاعه ايه? قصير. واحنا قلنا ان العلاقة بين الطول الموجي والتردد علاقة عكسية فالطاقة اللي طلعة في حالة الطول الموجي الكبير هتكون صغيرة والطاقة اللي طلعة في حالة الطول الموجي الصغير هتكون كبيرة دي كبيرة ودي صغيرة ليه لأن ده 10 أثنائس 15 ده 10 أثنائس 21 ف10 أثنائس 21 أصغر بكتير من 10 أثنائس 15 بعد كده جي عالم تاني اسمه بور بور ده بقى حطلنا أول نموذج للزرة بس ما احنا قلنا قبل كده أنه في دالتون أو في عالم تاني في علماء تانين حطوا نموذج للزرة لكن البور ده حط أول نموذج بيشرح الطيف بتاع الزرة وبالذات زرة الهيدروجين فنموذج بور هو أول نموذج بيشرح زي الزرة بتطلع كمات طاقة محددة أو تدخل كمات طاقة محددة يعني شرح الطيف اللي طالع من زرة الهيدروجين وهو في الحقيقة لسه هنكتشف بعد كده النموذج بتاع بور ده ما نفعش يتطبع على بقية الزرات ولكنه نجح في وصف الطيف الخارج أو الاسبكترا أو الضوء اللي خارج أو الضوء الممتص الطيف بتاع زرة الهيدروجين طيب لو احنا بصينا على الطيف هل فيه نوعين من الطيف فيه نوع ممتص وفيه نوع منطلق ولكن الاتنين بيكونوا متطبقين ولسه هنشوف الموضوع ده بمنتهى الدقة والتفصيل بعد كده لو احنا خدنا اي ضوء وصلطناه على المادة فالمادة هتمص منه اطوال ضوئية معينة يعني الوقت لو حبينا نوضح الموضوع ده بشكل اضاق فتعال ننشوف التجربة نفسها وبعين نرجع ليه اللي افتراض التجربة عبارة عن ايه هنجيب حاجة زي مثلا مصباح كده أو زجاجة موضوع فيها الغاز اللي احنا عايزين ندرسه وليكن غاز الهدروجين وانا اعرضها الفولت عالي بحيث انها تبتلي تتعرض طاقة كهربائية عالية فتبتلي تمص الطاقة دي وتشعع ضوء الضوء دوت انا همرره في منشور سلاسي عشان يحللوا الاطوال موجية مختلفة فهلاقي طفل انبعاس اللي طالع من زرر الهدروجين أو الإمشن سبيكترا اللي طالع من زرر الهدروجين بلاحظ ايه بلاحظ ان طفل انبعاس اللي طالع من زرة الهدروجين مختلف عن زرة الميركري مختلف عن زرة النيون كل زرة مطلعة خطوط محددة أو أطوال محددة مميزة لهذه الزرة دا سمو طفل بعاس لو أنا جبت ضوء اللي جاي من الشمس اللي بيكون على هيئة يعني الضوء اللي جاي من الشمس اللي هو الضوء الأبيض اللي جاي من الشمس عبارة عن ضوء يحوي كل الأطوال الموجية المرئية من 400 ل700 نانوميتر كل الألوان دي موجودة جوا الضوء المرئي وروح تمدخلها على مادة زي الهدروجين الهدروجين هيعمل ايه؟ الهدروجين هيمص بس الأطوال بتاعته اللي هو الحمرة والصفرة نفس الأطوال دي بس وهيسيب بقية الأطوال التانية تعدي عادي خالص هيسيب بقية الأطوال التانية تعدي عادي خالص فده اسمه الابسوربشن سبكترا لاحظ ان الامشن والابسوربشن سبكترا فيهم نفس اللاين سبكترا مرة طلعة بالموجة مرة طالعة بالسالب ولكن هي نفس نفس النتيجة فالمشكلة اللي احنا عايزين نفسها نموذج بور هو ليه خطوط الانبعاث وخطوط الامتصاص طالعة مميزة لكل زرة وليه طالعة هاية خطوط ليه طاقات محددة ده نفس الفكرة اللي موجودة عندنا هتلاقي ان نموذج بور للزرة هو نموذج بسيط جدا ولكنه نقدر نعبر عنه بالشكل المبسط نتخيل ان الزرة عبارة عن حاجة دائرية وبتلف حوالها الإلكترونيات في مسارات دائرية برضا والمسارات دي ممكن تكون المساري الاول المساري التاني المساري التالت في ارقام صحيحة اسمها ان ده عبارة عن عدد كم رئيسي بياخد ارقام من واحد الى مالة نهاية حيث واحد ده اقل مستوى طاقة او ground state او المستوى الارضي او الاكثر استقرارا والتنين ده المستوى الاعلى المستوى الاعلى وبما ان انا عندي الكترون واحد في زرة الهيدروجين فالاللكترون ده هيكون قاعد في المستوى رقم واحد اللي هو اقل مستوى طاقة ويقدر بعد كده يطلع من مستوى رقم واحد لأي مستوى اعلى وليكن رقم اثنين او ثلاثة وينزل تاني وهو طالع بيمص طاقة وهو نازل بيشعع طاقة الطاقة اللي بيشععها او يمصها بتكون على هيئة فوتونات او الاكتروماجنيتك رادييشن او اشعاع مرقي سوري مش شرط يكون مرقي اشعاع الاكتروماجنيتك لو كان في الفيزبل هيبقى مرقي لو كان برا الفيزبل هيبقى غير مرقي ولكنه اشعاع فهو بيشعع الطاقة الممتصة دي او المنطلقة على حسب فرق طاقة المستويين يعني مثلا لو هو نازل من المستوى الثالث الى المستوى الثاني فهيديني كمية معينة من الضوء بتسوي فرق الطاقة بين المستويين وغير مسموح للالكتروم بالتواجد بين هذه المستويات اي انه يا اما يكون في المستوى الاول يا الثاني يا الثالث ماينفعش يكون في مستوى بين الاثنين وكأن المستويات دي اشبه بمين؟ اشبه بالسلالم والالكترون يستطيع ان يقف على احد هذه السلالم ولكنه لا يستطيع ان يقف بين هذه السلالم فهو يكون في المستوى الارضي او ground state اللي هو الن بواح يطلع على المستوى الاول او الن بتسوي اثنين او المستوى الثاني او الن بتسوي ثلاثة وهكذا يقدر يطلع من المستوى فيهم للتاني او ينزل ولكنه لا يستطيع ان يقف في المستوى بين 1 و2 ماينفعش 1 ونص لازم الطاقة اللي مدها لتكون كافية انها تطلعوا هنا ولما يفقد الطاقة يفقدها كلها يبقى هو بيفقد ويمتص الطاقة على هيئة ايه كمات محددة ده التفسير بتاع الظاهرة بشكل نموذة كبور زي ما انت شايف انا عشان احسب الخطوط اللي طلع من زرة الهيدروجين اللي احنا قلنا عليها الخطوط المميزة دي اللي بتكون مميزة لكل زرة فانا ممكن احسبها من خلال ايه من خلال اني احسب طاقة كل مستوى بقانون بور لان بور هو طلع لنا قانون بيقدر يحسب طاقة المستوى القانون ده بيقول ايه بيقول ان طاقة اي مستوى يساوي سابت ريت بيرج كونستانت اسمه ريتش مضروبا في واحد على ان تربيع حيث ان تربيع ده رقم المستوى اللي احنا لسا قلنا عليه اللي هو عدد الكم الرئيسي اللي بياخد قيم من واحد الى مالة نهاية ده معنا ان المستوى الاول او الارضي طاقته هتكون بكيم لعوض هنا بواحد واحد في واحد تربيع بواحد واحد على واحد بواحد يعني هيساوي ناقص ريتش فالمستوى الاول طاقته ناقص ريتش المستوى اللي بعده اللي هو التاني هتبقى اتنين في اتنين باربعة واحد على اربعة يعني ناقص ربع يبقى ناقص ريتش على اربعة المستوى التالي تلاتة في تلاتة بتسعة يبقى ناقص ريتش على تسعة اول حاجة لازم تلاحظها ايه؟ لاحظ ان طاقة المستويات كلها بالسالب ليه؟ لان لو تخيلنا الكترون معزول ما فيش حاجة حواليه فطاقته هتكون بتساوي صفر لما يبتدي يدخل جوه الزرة فهو هيعمل ايه؟ هينتقل من المستوى العالي للمستوى الاقل فهيشعع طاقة هيشععها ازاي؟ يعني طاقته هتبقى بالسالب هيبتدي يفقى الطاقة فهو داخل الكترون داخل للزرة من مال نهاية داخل للزرة عمل يفقى الطاقة يفقى الطاقة فطاقته عبارة عن ايه؟ ناقص 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 لحد ما يوصل لأقل مستوى اللي هو الجراوند ستيت اللي طاقته ناقص RH يبقى المستويات الاعلى طاقتها اعلى واخر مستوى خالص لما يبتدي يطلع من الزرة يكون طاقته بكام؟ طاقته بصفر كده خارج الزرة ورجع تاني بقى معزول مفيش حاجة حواليه كل ما يدخل جوه الزرة طاقته عبارة عن سالب 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 طبعا هو لو انتقل من المستوى المستوى محتاج طاقة مساوية لفرق الطاقة بين المستويين دول بالزبط لاحظ حاجة كمان الفرق بين مستويات الطاقة عمل يحصل له ايه يعني انت هنا ده nice RH ده nice RH على اربعة nice RH على تسعة صح؟ الفرق بين ده وده ده يا جماعة ها؟ ده هذا ده ربع وده واحد اقبارة عن ايه؟ عبارة عن تلتة اربعة ربع ووحد الفرق بينهم عبارة عن تلتة اربعة وده عبارة عن ايه؟ تسعة وربعة لو طرحت واحد على تسعة هتطلع بحوالي احداشر من مية لو طرحتها من ربع عشان اجيب الفرق بين الربع وبين التسع هلاقي ان الفرق ده عبارة عن بوينت واحد يعني تقريباً بوينت واحد اربعة. هنا كان خمسة وسبعين في المية الفرق بين ده وبين ده. طبعاً خمسة وسبعين ار اتش. وده الفرق بين ده وبين ده عبارة عن بوينت اربعتاشر ار اتش. انا اصدق ايه? او عايز اقولي من الحسابات دي. بحسب طاقة فرق الطاقة بين المستويين إن الفرق بين المستوى الأول والتاني أصغر من الفرق بين المستوى الثاني والثالث يعني مستويات الطاقة بيحصل لها يا جماعة بتقرب من بعضها البعض بصوا مستوى الأول والتاني الفرق بينهم كبير مستوى الثاني والثالث الفرق بينهم أصغر مستوى الثالث والرابع الفرق أصغر مستويات الطاقة عملة تعمل إيه تتقارب من بعضها البعض فمستويات الطاقة not equidistance ليست متساوية المسافات بينها وبين بعض ولكنها بيحصلها إيه؟ بتتقارب مستوى الطاقة؟ تتقارب وبيكون الاسبيكتر اللي انت بتشوفها هي عبارة عن delta e وهي فرق الطاقة بين المستويين حيث e final هي طاقة المستوى النهائي وe initial هي طاقة المستوى الأولاني وانطبق معادلة بور على كل من المستويين فهتبقى عبارة عن ناقص Redberg constant 1 على n final تربيع ناقص 1 على n initial تربيع ناخد الريتبرج عامل مشترك وينكمل الاستنتاج هنلاقي ان فرق الطاقة بين المستويين يسوي ريتبرج كونستاند مضروبا فيه واحد على n تربيع initial ناقص واحد على n تربيع final حيث n initial وn final هو رقم المستوى اللي الالكترون ده بينتقل ايه بينتقل منه ايه حيث n final ده الرقم النهائي اللي هو رايح له وn initial للرقم اللي ابتدى منه يعني انت اتقلت من انهي مستوى لانهي مستوى والالكترون طالع بيحصل امتصاص والالكترون نازل بيحصل انبعاث الطاقة لازمة للانتقال من مستوى الاول للتاني هي نفس الطاقة اللازمة للانتقال من المستوى التاني للايه للأول الفرق الوحيد في الايه في الاشارة لانك لو عوضت هنا واحد وهنا اثنين او هنا اثنين وهنا واحد الفرق هيطلع مرة اشارة موجبة ومرة اشارة سالبة يبقى الفرق بين التقطين هو ان واحدة فيهم طاقة منطلقة والاخرى طاقة ممتصة بالتالي اذا كان n final اكبر اذا كانت n final اكبر من n initial يعني انا رايح لمستوى في النهاية اكبر من المستوى اللي كنت عنده يعني انا احصل لي ايه يا جماعة طلعت فوق طلعت n final اكبر من n initial طلعت يبقى انا الطاقة دي عبارة عن ايه طاقة ممتصة ولما بعوض في المعادلة بتطلع ده التقيق قيمتها موجبة اما اذا كانت n final اقل ده معنى ان انا نزلت المستوى اللي وصلت له اقل فيبقى الطاقة اللي طالعة دي عبارة عن ايه طاقة منطلقة او emitted وبتكون ده التقيق لما بعوض في المعادلة بتكون سالبة لكن القيمة بتاعتها واحدة لو انا طالع من الاول للتاني زي ولا نزل من ايه من التاني للاول يبقى الفرع كله اشارة ده التقيق موجبة طاقة ممتصة ده التقيق سالبة طاقة منطلقة وده المعنى بتاع القصة لو لاحظنا هنلاقي ايه بقى هنلاقي ان فيه زي ما قلنا مستوىات الطاقة بتتقارب فانا لو نزل من اي مستوى ما وطلع للمستوى الاولاني هطلع مجموعة خطوط بتسمى لو انا نزل من اي مستوى ورايح للمستوى التاني هطلع مجموعة خطوط تانية هتسمى بالمر سيرز لو انا طلع من اي مستوى للمستوى التالت يبقى انا هطلع مجموعة خطوط اسمها باسشن سيرز يبقى انا لما شوف في المسألة كلمة ليمن بالمر بشن براكت بفوند يبقى مين المعطى بالنسبالي يبقى المعطى كأن كلمة ليمن دي عبارة عن ن فاينل بتساوي واحد وبالمر دي معناها ان預備anter Gibberish يعني انا رايح عند المستوى التاني ان لما أشوف باشن معناها ان فاينل أو أنا رايح عند المستوى التانيز يبقى ليمن واحد بالمر اتنين بس شن ثلاثة براكت اربعة بفوند خمسة بيتق括 بفوند طيب ده الان فاينل لو انا في المستوى الاول او الخطوط بتاعت ليمن انا عشان اروح المستوى الاولاني لازم اكون جاي من مين من المستوى التاني او اكتر فاول خط في خطوط ليمن هيكون ان انا نزل من المستوى التاني يبقى اول خط في خطوط ليمن هو عبارة عن المستوى التاني الخط الوراء هو المستوى التالت يبقى الفيرست لاين بتاع ليمن سيرز هو عبارة عن ايه اتنين والسكند لاين بتاع ليمن سيرز هو تلاتة طيب لو انا نازل عند المستوى التاني هيكون اول خط بالنسبة لي ان انا كنت نازل من مين؟ من مستوى التالت يعني الفرست لاين هو هو الرقم بتاع السيرز زايد عليه ايه واحد فانت لو في ليمن سيرز اللي هي باتنين الخط الاول هيكون بتلاتة والخط التاني هيكون باربعة والخط التالت هيكون بخمسة طيب لو انت بسشن اللي هو تلاتة الخط الاول هيكون زود على التلاتة واحد اللي هي اربعة طب لو انا في براكت الخط الاول زودة على الاربعة واحد تبقى كام؟ خمسة الثاني تزود اتنين بل فرست لاين تزود واحد الثاني تزود اتنين الثاني تزود تلاتة في كل سيريز من التلاتة سيريز دي لاحظ ان كل واحدة فيهم في رنج مختلف يعني ليمن موجودة في الالترا فيلوت بالمر موجودة في الفيزيبل وحتى منها في الالترا فيلوت بس موجودة في الانفراريد وهكذا لاحظ ايه كمان لو انا جبت اخر خط انا اخر مستوى عندي هو رقم كم؟ ده المستوى الاول التاني التالت الرابعة لخمسة للسبب اخر مستوى رقم كم يا جماعة؟ مش رقم سبعة اخر مستوى هو رقم مالا نهاية لو انا نازل من مستوى المالا نهاية للمستوى اللي عندي ده بنسمي ان انا عوض هنا بالمستوى رقم المستوى اللي انا نازل منه مالا نهاية التعويض بالمستوى اللي هو اعلى مستوى ده اللي هو مالا نهاية بنسميها السيريز ليمت السيريز ليمت يعني لو سألتك قلت لي هاتلي series limit بتاع بالمر يبقى هتعوض بإن final باثنين وهتعوض بإن initial بكام بمالة نهاية واحد يقول لي إزاي هعوض بمالة نهاية هقول لك مالة نهاية عبارة عن رقم كبير جدا فمالة نهاية تربيع تساوي مالة نهاية واحد على مالة نهاية تربيع اللي هو واحد على مالة نهاية بيساوي إيه؟ بيساوي صفر معنى أنه يساوي صفر إيه يا جماعة إنك لما تعوض عنه في القانون تمام؟ يطلع بكام؟ يطلع يتشال خالص واحد على مالة نهاية بيساوي بصفر يعني كأنك تشيله من القانون يبقى series limit هتشل لك الإن إيه؟ هتشل لك الإن initial من القانون تعالي بقى نعوض في مسألة بسيطة سهلة A wavelength of the كالكباتة is the wavelength of a photon النانوميتر emitted during the transition from إن initial بخمسة وإن final باثنين هتعوض في المعادلة بالأرقام طبعا ريتبرج كونستانت ده سابت هيدهولك قيمة ريتبرج كونستانت فيها إيه؟ فيها وحدة فيها إيه؟ فيها جول فالطاقة الناتجة هتكون بنفس الوحدة دي اللي هي الجول فيبقى الطاقة بتاعتنا اللي بتاعة الضوء اللي خارج دي طلعة بالجول هل هو طلب الطاقة؟ لأ ما هو طلب إيه؟ طلب الطول الموجي طب ما هو اللي خارج أو اللي دخل اللي عبارة عن ضوء فوتون أو يبقى ينطبق عليه القوانين اللي إحنا لسه واخدينها وقدر أحول الطاقة دي لطول الموجي أو تردد بالمعادلة اللي إحنا لسه واخدينها وقدر أحسب الطول الموجي بتاع الحاجة اللي خارجها وقدر أحولها من متر كمان لنانو متر بأن أنا أدرب في عشرة قص تسعة زي ما خدنا في تحويل البريفيكسز فيطلع الطول الموجي بتاع الضوء دوة كبعمية أربعة وتلاتين نانو متر ده كده فكرة بسيطة عن إزاي نطبق معادلة دي برولي وإيه الاحتمالات اللي في المسائل اللي ممكن تقعطاه عندك طيب خلي بالك سوري آسف معادلة بور خلي بالك في عالم كده اسمه دي برولي جيبع دي بور وعمل حاجة كويسة جدا قالك أنت عملت تكلم عن المادة الموجة الوحدة كأنهم مشيئين من الموجة الوحدة ولكن في الحقيقة دي برولي قدر بقى يوجد حاجة جديدة وأنه يوجد علاقة بين الاتنين مع بعض يعني يقولك أن الموجة والمادة مش حاجتين مفصدين عن بعض لكن في علاقة بينهم وأوجد العلاقة اللي بتقول أن الطول الموجة يساوي H على كمية التحرك أو المومنتم اللي هي M في V حيث M دي كتلة الجسم وV دي سرعته اللي بيه لك الحاجة اللي هي كتلة هي هي البرتكل والحاجة اللي سرعة ممكن تكون بارتكل أو ويف يعني التيرمي دا عبارا عن إيه؟ التيرمي دا عبارا عن البرتكل الحاجة اللي طول الموجة دي عبارا عن إيه؟ عبارا عن ويف فهو رابط ما بين الWave والParticle هو رابط ما بين الparticle sacaracter والWave يعني ديبرولي قال إيه؟ قال إن المادة لها طبيعة مزدوجة أو يعني الحاجة اللي أنا شايفها particle لها Wave وآea إذا عرفت كتلة الحاجة دي وسرعتها فقدر أجيب طولها الموج المصاحب ليها وإذا عرفت طول الموجي أقدر أحسب إيه كمية التحرك بتاعتها اللي هي حاصل ضرب الكتلة بالسرعة بس طبعا لازم تراعي الوحدات لازم يكون الطول الموجي بالمتر والكتلة بالكيلو جرام والسرعة بالمتر على الثانية اللي هي الوحدات الدولية لأن سابت بلانك بيكون دايما معطى وقيمته بتكون جول في الثانية إيه المعنى بقى بتاع قانون ديبرولي ده هقول لك قانون ديبرولي ده معنى إن أنا لو جيت أتحرك كجسم كده في الحقيقة مش همشي كده وما لا همشي إزاي همشي كويف يعني أنا لو رمية تبشيرة كده في الهواء فهي مش تمشي بخط مستقيم ولكنها تمشي على هاية إيه هتمشي على هاية موجة وممكن أحسب الطول الموجي بتاعها من خلال كتلة التبشيرة وإيه وصرعتها ده معنى إن الإلكترون لما يجي يتحرك حوالين النواة هو مش هيلف في شكل مصار دائري كده كأنه خط ولكنه هيتحرك على هاية إيه على هاية موجة يتحرك على هاية موجة أو إنه ليه طبيعة مزدوجة وده السبب الحقيقي اللي هيخلي نموذج بور عنده مشاكل وهيحتاج ينطور النموذج بتاع بور عشان نطبقه على بقية الزرار بس قبل ما نعمل كده فعلا نحسب طول الموجي اللي ديبرولي بيتكلم عنه ده على سبيل المثال لو أنا جبت كرة بينجبونج ووزنها 2.5 جرام ووزنها 2.5 جرام ماشية بسرعة 15.6 متر في الثانية فيحسب الطول الموجي المصاحب لحركته مجرد هتعاوض بقانون وطبعا لازم تحول الوحدة بتاعة الجرام لإيه جماعة الكيلو جرام عشان يبقى إيه عشان يبقى شغالين بالوحدات الدولية هيطلع الطول الموجي المصاحب ليه الكورة دي كان بقى 1.7 من 10 فعشرة أصناقس 31 من المتر لو حاولتها البريفكس صغير زي النانو هيبقى 1.7 من 10 فعشرة عشرة واثنوة ستنين وعشرين نانو متر لاحظ أن الطول الموجي ده صغير جدا 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 لدرجة إنه مش ممكن يتقاس ولا يتلاحظ ولا يأثر في أي حاجة ده معنى إيه معنى إن الطول الموجي للأجسام المادية الكبيرة اللي إحنا شايفينها بعنين اللي ماشي بسرعات معقولة جدا مش مقاربة لسرعة الضوء بيكون الطبيعة الموجية المصاحبة للبرتكل دي صغيرة جدا يعني بيكون البرتكل هو الدوميننت أو السائد وبيكون الويف أو الكاركتر ضعيف جدا يبقى في بعض الأحيان يا جماعة هتبقى البرتكل الكاركتر هي الدوميننت لما يكون البرتكل كبير ماكروسكوبك وسرعته بطيئة لكن لما يكون زي الإلكترون صغير كده كتلته صغيرة وسرعته كبيرة فالويف كاركتر تبتلي تظهر ويكون لها تأثير كبير وده اللي إحنا هنتكلم عليه المرة الجاية لما ييجي العالم شرودينجر ويبتدي يتكلم عن الطبيعة الموجية للإلكترون وإزاي إن إحنا مفروض يتعامل مع الإلكترون كأنه موجة مش كأنه بارتكل زي ما عملنا في النموذة كبور ونكمل إن شاء الله المرة الجاية وشكرا لحسن استماعكم كده إحنا خلصنا المحاضرة ترجمة نانسي قنقر